دخل قانون أيصر حيز التطبيق يوم 17 هزيران 2020 وبالتالي بعده من المبكر تقدير آثاره أو تقييم تابعاته خاصة أنه الانهيار الاقتصادي الحاصل بسوريا اليوم أسبابه مرتبطة بتدمير النظام السوري وحلفائه لأجزاء واسعة من البلد وبنات تحتية وبحرقه لأراضي زراعية ومرتبطة كمان بالفساد المستشري ببنيته وبالتهريب والسرقة وبالهدر وسوق الإدارة إضافة إلى تراجع سعر الليرة وتراجع الدعم المالي الإيراني لأسباب العلاقة باقتصاد إيران ومضاعفات أزمة لبنان ومصارفه اللي فيها ودائع وحسابات سورية كبيرة بس إذا بدنا نتقصى الأبعاد الاقتصادية والسياسية المحتملة لأنون أيصر واستهدافاته بعيدا عن المبالغات السيدة اليوم تعظيما أو تبخيصا فيه ممكن نتوقف عند ثلاث مستويات المستوى الأول عام ومتعلق بفلسفة العقوبات نفسها ونتائجها وفينا نقول أن العقوبات هي عادة إجراء تعويضة عن إنعدام إرادة الإنخراط السياسي أو العسكري المباشر بالتعامل مع الطرف المستهدف بهالمعنى العقوبات الأمريكية على نظام السوري هي ضغط وأضعاف لكنها كمان تأجيل لكل تعامل أمريكي مباشر معه سلبا أو إيجابا ومتل ما كرر أكتر من مسؤول أمريكي الهدف بواشنطن ما تعدل كتير من أيام أوباما لليوم يعني تغيير سروق النظام السوري وليس تغيير هالنظام وبأي حال ما سبق لعقوبات أن أسقطت أنظمة بالعقود الماضية لا بكوبا لا بكوريا الشمالية ولا بإيران ولا بالعراق بين الـ 91 والـ 2003 ولا بفنزولا بس هالأمر ما بيعني أنه ما رح يكون فيه آثار عن نظام السوري وحلفاءه بشكل خاص وهي دا بينقلنا للمستوى الثاني الاقتصادي المتعلق بآليات القانون اللي هي هالمرة آسية ومستهد فيه مش بس أركان النظام وشبكاته والأسماء الجديدة اللي انضافت للأسماء اللي شملتها عقوبات بمراحل سابقة ولا بس قطاعات الطيران العسكري والبنى التحتية والاتصالات لبل أيضا البنك المركزي السوري المتهم بطبيض الأموال والأهم كل طرف خارجي فرد مجموعة أو دولة بيتعامل مع مؤسسات النظام وأفراده بمجالات تطوير الصناعات العسكرية وإعادة إعمار البنية التحتية ونقل الأموال أو تحويلها وطبعا طبيضة وهالأمر بيعني أنه حلفاء النظام اللي نذكر قسم منهم بالأنون وبالتوضيحات حوله وتحديدا إيران وروسيا وعدد من القوى والميليشيات العراقية وحزب الله عرضة للمزيد من العقوبات في حال أكملوا تعاملهم العسكري والاقتصادي مع النظام وكذلك كل طرف جديد ممكن يطبع معه أو يفكر بمشاريع وإستثمارات بسوريا أو بتحويل أموال لبنكة المركزة أكثر من هيك الأرجح أن دول جوار سوريا رح يكونوا موضع مراقبة المسؤولين الأمريكيين المعنيين بأنون أيصر للتأكد من وقف التهريب ومحاولة منع التحايل على العقوبات عبر حدودهم وهذا بالتأكيد بدوا يلجم رجال أعمال ومؤسسات من هالدول ومن غيرها عن محاولة البحث عن عقود أو عن أنشطة مالية واقتصادية بسوريا وهالأمور كلها ممكن تأدي لتجفيف جزء أساسي من مصادر تمويل النظام وقالته العسكرية والأمنية بس كمان إصابة المجتمع السوري الممزق أصلا بأضرار إضافية لأنه مثل بكل عقوبات الناس بتعاني من الأثار المباشرة أو الجانبية والتراجع الإضافة المتوقع لسعر صرف الليرة السورية تجاه الدولار رح يؤدي لارتفاع كل الأسعار ويضعف القدرة الشرائية لأسم كبير من الناس بناءها على المعطى بيبرز المستوى الثالث من المستويات اللي ذكرناها يعني المستوى السياسي قانون أيصر بيهدف بشكل أساسي للضغط على روسيا من خلال القول المرافق لأعلان القانون أنه إخراج إيران من سوريا أو تحجيم دورة ممكن يؤدي إلى مراجعة العقوبات ومن خلال القول غير المباشر كمان أنه ما في حل سياسي ممكن لموسكو فرضه رغم سيطرتها العسكرية من دون التفاهم مع الأمريكيين عليه وإلا فالتطبيع الاقتصادي مع النظام من خلال ما يسمى بإعادة الإعمار اللي موسكو عم تحاول تقنع الأوروبيين والصينيين والإماراتيين فيه واللي بيؤدي للإقرار بمشروعية هالنظام وبمشروعية رعاية موسكو إلو هالتطبيع إذن منه ممكن ومن دون هالتطبيع وإعادة الإعمار ما في استقرار ولا قدرة لنظام سوريا على إدارة الأمور وطبعا ما في قدرة بديلة لروسيا ولإيران على الإتيان بأي أموال بسبب العقوبات عليهم وبسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات أزمة كورونا على اقتصاداتهم وهذا كله بيعني أن الأزمة السورية رح تظل مفتوحة والمطلوب أمريكيا من الروس هو التفاوض المشروط لحله بيبقى أنه لبنانيا أكيد رح يكون فيه إنعكاسات للأنون لأن الضغوط الأمريكية بهدف التزام اللبنانيين بالقرار رح تزيد ورح تصعب كل تفاوض مع مؤسسات دولية من أجل قروض أو هبات بس أكيد أنه مش بسبب هالقرار الانهيار الحالي حاصل ومستمر ولا تذرعا بهالقرار وبالدعاء مواجهته ممكن تحسين الأمور أو تحسين البلد تجاه أهوال المنطقة وهذا بأي حال بحث آخر ترجمة نانسي قنقر